في سياق الخطط الرامية لتوفير منتج محلية في بمتطلبات السوق في شهر رمضان المبارك رفعت شركة دلمون بالتعاون مع مربي الدجاج انتاجها اليومي إلى ما يقارب الضعف نعم حيث يتمتع المنتج المحلي من الدجاج بجودة عالية وأسعار ثابتة وفي متناول الجميع انتاج بحريني متميز يتمتع بجودة عالية تقوم عليه أيدي بحرينية وتحرص على رسم الخطط اللازمة لسد احتياجات السوق وبشكل نسبي في أيام الشهر الفضيل من لحوم الدواجن والتي يتم توفيرها بمختلف الأحجام للوفاء بمتطلبات الأسر البحرينية والمطاعم في شركة دلمون للدواجن نحن في هذه الشركة بدأنا استعداداتنا خاصة بالتحضير لشهر رمضان المبارك واحتياجات المستهلك من الدجاج الطازج ومنتجات الدجاج الطازج في شهر رمضان قبل فترة من اليوم يعني تكلم قبل ثلاث أشهر من خلال التعاون مع الاستيراد بيض التفقيص اللازم لزيادة الإنتاج بالإضافة إلى التهيئة والترتيب مع مربي الدجاج اللاحم المحليين بمملكة البحرين طبعا احنا أخذنا هذه الخطة لزيادة الإنتاج والتي بدأت فعليا من العشر أواخر من شهر شعبان إلى نهاية العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك استعدادا لطلب المتزايد مزارع الدواج في البحرين تعمل بكامل طاقتها بعد توزيع عداد كافية من الصيصان ضمن خطة الشركة الموسمية لاستقبال شهر رمضان المبارك بهدف زيادة الدورة الإنتاجية للمزارع لتلبية وتقضية حاجة المستهلكين وتوفير كميات كافية من الدواجن الطازجة في السوق المحلية بالنسبة لتوافر المنتجات في شهر رمضان المبارك الأسرة البحرينية عادة في البحرين هنا والخليج يعني يكون الطلب المتزايد على الدجاج الكامل الطازج منتجات أجزاء الدجاج الطازج وهذا ما تم التركيز عليهم قبل شركة دلمون لواجن خلال الأشهر الثلاثة اللي فاتت بالإضافة إلى طارح منتجات تخدم فئة معينة من المجتمع وفئة من المجتمع يعني مثلا السهرات الغبقات الرمضانية بتوفير دجاج المبهر أجزاء الدجاج المبهر بالتدريجات يعني بأنواع التبهيرات اللي تناسب مختلف الأدواق في المجتمع البحريني شركة دلمون للدواجن شركة وطنية تحرص على تحقيق أمن قذائي نسبي في مملكة البحرين بل وتعمل بشكل متواصل في التنويع بمنتجاتها لترضي متطلبات المستهلك في هذه الأيام المباركة جهود حثيثة يبذلها قطاع الدواجن في البحرين من أجل تحقيق وفرة في الإنتاج للوفاء بمتطلبات الشهر الفضيل مساهمة في الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين خولة لقرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر